أهلا بكم مشاهدين وآخر فقراتنا النهاردة في نارك سعيد هنتكلم فيها عن التصوير الفوتوغرافي والتصوير الفوتوغرافي بعد انتشار أجهزة التليفون المحمولة لكاميراتها حديثة والكاميرات الجديدة والصور الـ HD بقى كل مني آدم ممكن يصور الصور اللي تعجبه ويقدر كمان أنه هو ينافس بيها في مهرجانات ومسابقات في النهاية المتلقي هو أكتر واحد مستفيد لأنه الصورة ما هي إلا لوحة واحد اختار أنه هو يصورها وشاف كدر معين الكدر ده ممكن يكون عارف أسس التصميم زي الناس كده زي حالات يتعلموا ده في الكلية وممكن ما يكونش عارف ممكن يتعمل ورشة ويعرف خلونا نتكلم النهاردة عن مسابقة مصر الدولية للتصوير الفوتوغرافي في دورتها التانية مع ضفنا اللي مشرفنا المصور الفوتوغرافي أستاذ أشرف طلعت زميل الجمعية الملكية البريطانية للتصوير الفوتوغرافي ومدير مسابقة مصر الدولية للتصوير الفوتوغرافي أهلا بحضرتك والنور أهلا بيك الأول هل التصوير الفوتوغرافي بالنسبة للمسابقة دي متاح للجميع يعني هو ومحترفين لسه عشان إيه من الأول طبعا هو المسابقة دي مفتوحة لأي حد والأي جنسية والأي يعني هاوي محترف عاشق للتصوير يقدر يخش فيها طب جميل التصوير الفوتوغرافي قاعد سنين طويلة يعني بيعاني من الاعتراف بي كفن والسنين اللي فاتت ظهرت صور كتير وتحول الموضوع لأ دقا فن وفن ونص كمان حضرتك بتشوف ده إزاي وتحديدا في مصر أكثر هو التصوير الفوتوغرافي يعني نقدر نقل عليه عشان طبعا هو مش زي الرسم مثلا أو التصوير الزيتي أو كده اللي ابتدى مثلا من مئات السنين هو ابتدى يعني في السنة 1826-27 كانت أول صورة تأخذت تقريبا في فرنسا من شباك وبعدها الجامعية الملكية البريطانية سنة 1850 ابتدت تعمله كفنوع من الفنون اعتمد لما إليكساندر جرهان بيل سنة 1902 لما كان ماسك الناشنال جيوغرافيك أنه هو يضيف الصورة الفوتوغرافية للمجلة وبعدها ابتدى التصوير الفوتوغرافي في مصر على إيد طبعا الدكتور أحمد موسى سنة 38 لما ابتدى عمل صورة لراصني فرتيتي وإداها لهتلر هدية وهتلر جائب له جواب شكر بعد كده ابتدى التصوير الفوتوغرافي في مصر يطلع جراديولي لحد لما طبعا عصر الديجيتال لما دخل ابتدى التصوير يفرض نفسه لأن كل الناس بقيل بتصور فهو تاريخ التصوير يعني كبير قوي 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 وفرض نفسه من سنة نقول يعني في العالم كله فرض نفسه من التلاتينات والاربعينات إنه هو كفن من فنون اللي لازم الناس تخلي بالها منه يعني سيمكن انتشر قوي كمان لليام دي خصوصا مع انتشار السالفي والكاميرات الحديثة اللي بقت بتخلي هو كثيرين جدا يطلعوا صور بشكل احترافي ما كانش يعني متاح ليهم بشكل سابق هو فعلا إن طبعا الديجيتال انت بتشوف النتيجة في الحال لما كنت بتشتغل فيلم كنت لازم تصور وتروح تحمض بالضبط وتعمل كونتاكشي كان يبقى على مهارة المصور وانه نصخ فيك ولا لأ عشان النتيجة مكلفة جدا بالضبط فكان حتى في الشغل التجاري كانت مشكلة كبيرة إن المصور لما بيصور بيقعد فترة طويلة عاربان لما يشوف النتيجة بتاعته إذا كانت صوره نجحة ولا لأ أو يرجع يصور تاني أو ما يرجعش لكن في الديجيتال انت بتاخد النتيجة وانت واقف في الحال فأصبحت بتختصر وقت كبير جدا في التجربة يعني تخيل انت العيب بتاعك في التصوير تقدر تكتشفه وانت واقف ويمكن ده كبير منعكس على السينما بشكل أكتر لأن السينما هي عبارة عن 24 أو كانت يعني 24 كادر وتتصور على فيلم شبيه بالفيلم الفوتوغرافي القديم وكانت معتمدة على مهارة المصور يعني حضرت دي من 10-15 سنة أيام الراحيل أحمد زاكي إنه كان بيبقى على المصور يعني صورنا بقى ونشوف في المعمل إحنا وبقى إحنا وبختنا وكان المصور مدير التصوير اللي بيعمل شغل هايل خلاص ده يعني اللي هو إيه علامة لأنه مفيش بقى فكرة أن أنا هزبط بعد كده مفيش أن أنا بشوف دلوقتي على فيور ما بشوف على مونيتر طب ما تخلينا نشوف لقطات من أهم عملك الفنية في التصوير نرجع نكمل كلامك أنا اسمي عشف طلعت أنا مصور محترف وحوايدي التصوير الفوتغرافي ابتدي التصوير من عنده 14 سنة ولسه مكمل ببتدي يومي من مكتبي اللي فيه براجع إيه اللي عملته وبخطط إيه اللي هعمل الكاميرات اختلفت مع الزمن وبقت معقدة مع ظهور طبعا الديشتال بس الرسالة زي ما هي الصورة هي الصورة أنا دايماً بحاول أقرب من الموضوع اللي بصوره خصوصاً لما بحاول ألط تعبير فيه مشاعر إنسانية يمكن السر في إنك داخل صورة حلوة هو إنك تصبر شوية وتستنى الحدث إنه يحصل أوصادك بس حط نفسك في المكان المزبوط واستنى الحدث ممكن يحصل وممكن ما يحصلش شيء رائع إن تكون هويتك هي شغلك لإنك بتستخدم نفسي في حاجات في الكنين لكن في حالتي أنا بستخدم أي كاميرا وأي عدسة أنا مطلوبة للشغل المطلوب مني ولهوايتي يعني عموماً ما بستخدمش الكاميرا الصغيرة اللايكة وعليها عدسة 35 الصورة موجودة في أي حتة وممكن تكتشف صورة حلوة جداً على نصية البيت بتاعك وإنت عمرك ما فكرت إنك تاخدها لكن لما الواحد بيسافر بيلاقي نفسه بيكسر الروتين اللي في حياته اليومية والتبعية بيحس أكتر بالحواليه وده بيزود الفرصة إن الواحد يصور أكتر من معدل الطبيعي تصوير الفيلم بيجبرك إنك تمر بمراحل تحميد الفيلم وبعد كده بتقصه وتعمل كونتاكت شيت وتنقي من الصور اللي في الكونتاكت شيت الصور النكحة وتعلم عليها وبعد كده تفكر تطبعها عملية طويلة بس فيها استمتاع في تصوير الديجيل بقى خصوصاً التصوير التجاري أنت بتحس بإحساس رائع لما تحس إنك خلصت شغلك في الوقت اللي بتخلص فيه تصوير وإنت واحد لسه على فكرة الناس بتطلب مني صور طيب حنا كنا راجعين للقاءنا مع المصور الفتغرافي أشرف طلعت وكنت لسه بسأله عن المسابقة الفوتوغرافية المسابقة مصر الدولية للتصوير الفوتوغرافي الدورة التانية اللي عايز يشترك فيها يعمل إيه؟ تلسه بتقولي؟ يخش على الموقع ايجيبت اي بي سي دوت كوم ده الموقع بتاع المسابقة بيعمل الابليكيشن ويبتدي يرفع الصور طبعاً المسابقة مجانية يعني متاح لأي حد إنه يرفع الصور يعني من أي حتة في العالم طيب وتلحقه ولسه فاضل خمس تيامي تنتهي في خمستاشر يناير لسه تلحقه واعتقد فين كاس كتير جداً عندها صور عايزة إنها تشارك بيها في المسابقة ايجيبت اي بي سي دوت كوم ونرجع لكلامنا عن التصوير الفوتوغرافي وأكتر شط لفة نظري طبعاً غير الهند وغير كل حاجة الحمار وفي الترعة المصور الفوتوغرافي زمان كان فدائي أنت لسه متمتع بالروح دي إيه فكرتك في أن أنت تنزل تاخد شط زي ده عشان بس نفهم هو الصورة الصورة الجيدة لازم تكون مقرب من الموضوع اللي أنت بتصوره عشان تطلع الصورة التفاصيل بتاعتها يعني اللي بيصور دايماً بزوم بتبقى الصورة حد ما كومباكت ما مضغوطة بيباني الورى البلوري مثلاً شوية أو زي من القول عشان نفاهم الناس ما هو أصدق دي قصة قصة كبيرة جداً لكن لما أنت تصور بعدسة 35 مل أنت بيتطلب منك أن أنت تزوم بجسمك لازم تبقى قريب جداً في حدود 3.5 متر هم حلوين قوي أنا بقرب لمتر ومتر ونص علشان كل ما بقرب كل ما الصورة بتبقى أقوى فكان يتطلب الوضع أن أنا لازم أنزل عشان أصور الحصان والراجل اللي بيخسل الحصان في نفس المكان ده فنزلت الترعة؟ لازم لازم أنزل طبعاً طبعاً لأنه لما عايز أعمل صورة كويسة لازم أعمل أي حاجة طيب أنت عصرت التصوير بالشكل الأديم والتحميد والتقطيع وتبص في العدسة وتختار قبل ما تطبع عصرت كل ده بتشوف إزاي التطور بقى الديجيتال في الصور والكواليتي العظيم اللي حتى ما كانش بيطلع من الكاميرات الأديمة وسرعة بقى تدوير الصور على الكمبيوتر ومعالجتها بتشوف ده إزاي؟ هو التصوير الفوتوغرافي يمكن اختلفت الطريقة في التصوير لكن الرسالة واحدة يعني الصورة هي الصورة يعني سواء بصور بديجيتال سواء بصور بكاميرا صندوق خشب أو بصور بكاميرا حديثة أي كاميرا مش مشكلة المهم في الآخر الرسالة واحدة يمكن طيب إيه الرسالة؟ نعم إيه الرسالة؟ الرسالة لها الصورة الموضوع تكوين الصورة الفوتوغرافية أو الموضوع اللي أنت عاوز تصغيره أو اللي أنت عاوز تعبر عنه فالطرق بتختلف يعني الصور اللي معنا هنا طيب خلينا نتكلم على بعض الصور الصورة اللي كنت عاوز تقول إيه فيها دي كان يعني كلاون اسمه جورج كان بيحط الميكب بتاعه بتاعه سنة العشرينات يعني فترة العشرينات لأن الميكب بيختلف من العشرينات الميكب الحديث اللي بيحطه كرة حمرة في مناخير وكده اللي هو ده في سيرك في سيرك فهو بيحط كان في مصر بيحط الميكب بتاعه كان الكلب بتاعه صديقه طبعا جنبه على الترويزة فواحد خبط على الباب فالكلب انتبه للباب كنت أنا في جنب الباب فلاقيت الشاط ده من أحلى الصور اللي أنا اخترتها يعني تكوينيا بس يمكن كمان التعبير اللي على وش المهرج يعني متنقض تماما مع فكرة المهرج اللي بيشوفش المبتسم دايما هو لا أنا الصور على فكرة فيه فرق كبير أو من أننا بعمل صورة كونسبشول اللي هي بعمل صورة لها أو صورة دوكيومنتري صورة وثائقية أنا شغل كل وثائقي كل شغل وثائقي بشتغلش أنا آه وثائقية طبعا دي في السوق الجمال وهم بيحملوا الجمل على على العربية تقريبا الجمل مش عايز دايما مش عايز دي في الهند دي في راجستان آه في الهند في تقريبا في جايبور في راجستان بلد كلها ألوان وكلها يعني أنا بحاول أنقل الحياة في البلاد ديت يعني هنا برضو برضو راجستان برضو بس دي في جاتبور بقى ودي في سوق الجمال برضو دي في سوق الجمال يعني أنت خطت طيلها طيب أعلا أنا كنت في الخيمة دي تقاعد وبشوف بشوف العمال بعد ما بيخلصوا بيرجعوا من الشغل في الحتة دي من جنب الخيمة أنا شفت المنظر دوت قابليها بيمين بس الصورة الفوتوغرافية مش كل حاجة سناب شات مش كل حاجة أن أنا طلع الكاميرا وقلقوا طلقته في لحظتها لازم أكون متوقع الحدث أنه هيحصل فأنا أغلبية الصور كنت ببقى مثلا ببقى في مكان بكتشف الأول المكان بشوف الصورة قدامي بعد كده ببتدي أتوقع الحدث أنه هيحصل في المكان ده وببتدي أنتظره لكن مش بيعني ما بجريش مثلا أطلع الكاميرا وقلقوا طلقته يعني أنا شفت ده هو فعلا بيربط العم بتاعته في الهندوس دول وأنا عارف أنها طويلة جدا فأنا متوقع أنه هو هيبقى الطول دوت ولازم محد يساعده فتوقع الحدث قبل ما يحصل ده شيء مهم جدا في التصوير الفوتوغرافي طبعا وهنا؟ وهنا برضو أنا كنت رايح أصلا كان المكان ده مفتوح كنت بنزل وامشي لحد النهر لكن رحت بعد كده هو هنا قاعد على إيه؟ هو قاعد على سرير بيعملوه من أماش أماشا كده بيشدوها وبيعودوا عليها بس لقيت أن حطين زي بوابة ومنعوا خلاص أن أي حد يقرب من النهر اللي ورا تاج محل فلقيت ده الحارس اللي قاعد قدام البوابة وقاعد بيقرأ في الكتاب بتاعه وقاعد في سكون والكلب وراه فلقيت التكوين عجبني تكوين الصورة يعني دول في فارناسي كانت واحدة هندية معدية وكانوا البوزيين بيسجدوا هنا في المنطقة دي يعني دي كانت في باريس عادة الصبح بادري بيحصل حاجات كتيرة قوي المصورين ممكن تلقطها يعني في باريس دايما الصينيين بيروحوا يتصوروا جنب برج إيفل الصبح بادري الساعة ستة ستة ونص كده فبيجيبوا المصورين الصينيين بتوحهم فده كان بيصور الزفاف فعجبني الصبح بادري كان لسه الشمس ما بقتش عمودية فكانت عاملة شادو على محل لسه ما فتحش دي بقى طلعت الكاميرا ولا قطتها في صعب لا لأنا أخذت كذا صورة قابليها يعني عندي برضو كذا صورة لأني بصور المراحل صورت المراحل وهم بيجهزوا العروسة وهم مش عارف إيه لأنا أخذت دي لأنا أخذت دي بقى برضو أتوقع الحدث أنه يحصل ده رفض أن أنا صور يعني ودي كان أحلى حاجة فيه لأن لو كان وافق كانت الصورة ما تعملتش هو حلاوة الصورة أنه هو رفض فبقى صورته هو الناحية التانية يعني ممعتق في باريس ودول أنا لقيت مقربين من بعض في جنب معبد الأرود فقربت منهم لحد لما بقى بني منهم حوالي بتاع متر ونص كده وخدت الشاط ده بس خدت ثلاث صور بالزبط في اللحظة دي ويهي عائلة يعني وضع نمو عائلة آه متزقين مع بعض بالزبط كده بالزبط كده ده كان كان واحد فرحان قوي بالكلاب اللي تولدت دي طفل اللي كان مبسوط بيهم قوي ده فرنسا بب لا مش فرنسا ده ده هو شكلهم فرنسي لكن هما في العشرة من رمضان فعلا طيب ماشاء الله جميل جدا أنا عجبني جدا والصورة دي الناس خدوها للكريسمس يعني عجبتهم قوي للكريسمس يعني فعملوها بوست كارد للكريسمس السنة دي أصدقاء لي دي في الأناطر في الأناطر بس انت بتختار تغير الألوان على أساس إيه يعني هو الصورة الصورة لما تبقى فيها ألوان بخليها ألوان الصورة لما تبقى ألوانها فقيرة بتبقى أوية دوسفة أحلى وقعدين الصورة اللي ما يبقى تكوينها قوي بتبقى في اللبي دوي سود قوية لما تبقى في الألوان بتبقى الألوان بترفع الصورة بترفع من شأن الصورة دايما طيب خلينا بقى نرجع لمسابقة مصر الدولية للتصوير الفوتوغرافي الدورة التانية مين أبرز المشاركين السنة دي طبعا السنة دي فيه دخل طبعا جوزيف تامل اللي هو كان من سنتين كان يعتبر الجراند برايس وينر اللي هو كان من أستراليا فاز كان هو كان أحسن مصور في الدورة دي تزايد أنه كان من سنتين كان عندنا مية وثلاثة فائز من جميع أنحاء العالم يعني يوم ثمانية وعشرين النتيجة بقى مين كسب وهيبقى فيه احتفال في القرية الفرعونية التوزيع الجوائز ومعرض هنعمله للمسابقة وأعتقد أنه كمان لو في حد عايز يتقدم للورشة فيه ورشة معمولة لأول مرة أنه يلحق يقدر يقدر يقدم في الأيام دي شغالة دلوقتي الورشة العمل دي ده أكبر ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي يمكن يتعاملت على مستوى العالم لأن إحنا زي ما يعني حبينا نعمل حاجة طالما بقى في القرية الفرعونية وحاجة فرعونية وحاجة مصرية تعرف طبعا المصريين بيعملوا كل حاجة مسف كل حاجة كبيرة فزي ما بيعملوا المعابد زي ما بيعملوا الأهرامات فقلنا نعمل أكبر ورشة فكلمت طبعا هي القرية الفرعونية المكان المثالي 32 فدام وكلمت كل المصورين المحترفين والناس رواد التصوير في مصر والكل رحب بالفكرة بدون تردد يعني أنا قلت لهم تحبوا تشتركوا في الورشة العمل قالوا هنعمل أكبر ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي في جميع فروع التصوير الفوتوغرافي طيب ألف مبروك مقدما واللي عاوز يشترك فيه مسبقة مصر الدورية للتصوير الفوتوغرافي الدورة التانية ايجيبت اي بي سي دوت كوم يقدر يلحق يشارك في الخمس تيام اللي جايين ويقدر يشارك في الورشة وأعتقد ده شيء مهم لناس كتير جدا بشكل حضرتك المساور الفوتوغرافي أشرف طلعت زميل الجمعية الملكية البريطانية للتصوير الفوتوغرافي ومدير مسابقة مصر الدولية للتصوير الفوتوغرافي وهنستنى نتيجة طبعا مبهرة بقى قرية الفرعونية يعني أحلى ما في بلد إن شاء الله نورتني إن شاء الله وكل سنة وحضرتك طيب ويبقى بداية أسبوع بكرة أفضل بكتير وتنكسر بقى موجة الساعة دي والحمد لله بتادينا نشوف البلد إحنا كنا غيين الضباب الشابورة كانت خرافية يا رب يوم سعيد عليكم ودفو كويس نشوفكم مع فريق عمل جديد بكرة سلام